موسيقى موسيقى السيدة والسادة مقتلنا نتعود هذه للطورة السيدنانية بيننا ننسى السيدة الآن ننسبها لكم يوم تسين في تابير الزوج مجمبر 2021 موسيقى السمرة موسيقى موسيقى نشوف موسيقى تكون معقول الواقعي فإلا أرى الله يعبده عن علم وليس عن جهارة وتدفين إن شاء الله يتيح عن علم ممكنش عن الدولية وباضية تتكلم على صراج في الوضع في اليد والصندق في اليد الثورية في اليسنة عشرين وإلا أن ترمنا مغبوظة لسنة 2021 موسيقى 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 إنه يهضم موسيقى في مليك موسيقى кого موسيقى مzenia بعد السيبان المنصر 14 من الجامعات من جامعات صراحية تسجيل نبارة تجبارية تلقائية ونطب تحسر مقارنة للجامعات من طريق العربية المدارة صعود لم يتموا المسروبين وبالتدارك يتبين في الموقف خاصة أن نحتفنا على نفس التوازونة ونفس العز اللي تشاف في اللجنة هو نفس العز الدبل اللي كي في المشروع 30 مليون 800 ما تزيل فتنصر إذن البناء ديال الميزانية هو نفسه اللي ببعض الفصل الأخرى تمت الإدراج ديالها جد كانت قراءة ثانية للميزانية من بعد ما سيد العامل رأس المجلس البلدي بإعادة قراءة ثانية من بعدها وزارة الداخلية والمرسلة ديالها لنقصات من اللاتفية بـ 13 مليار لمدينة أسافي اليوم المجلس أصر على أنه نفقات تسير اللي حددها في القراءة الأولية مع إجراء بعض التعديلات وكي يقول أن هذا هو الحد لأدنى لتسير هذه المدينة ونحن نطمع في مداخل أخرى من أجل إن شاء الله إدفاع جمالية وتحسين الخدمات بمدينة أسافي الميزانية مشات غير متوازنة بعجز ديال 3 مليار لإنقصات من اللاتفية بالتالي الآن الضوء للمجلس ولا نواب الأمة الممتلين مدات أسافي والترافوع لدى وزارة الداخلية من أجل يعني على الأقل الحفاظ على الميزان اللاتفية اللي كانت في السنة اللي فاتت أو اللاتفية اللي اقترحها المجلس اللي هي عشرات المليار كما قلت من أجل تحسين خدمات المجلس البلدي داخل المدينة وباش يكون المجلس البلدي في المستوى المطلوب وفي مستوى تطلعات السكينة اليوم هذا رامحك حقيقي أمامهم مراهما اللي غادي نشوفوا الأيام هي اللي غا تبيلينا نتمنى على أنه نواب ديالنا اللي كيمتلوا سكينة أسافي يعني ولا المجلس البلدي يكونوا قادرين على الترافوع من أجل الجلب هذا العجز هذا كما قلت باش نسيروا المجلس في الرياحية وليما لا أنه يكون عندنا مداخل أخرى باش يكون عندنا إن شاء الله من دوزول الشق الثاني من الميزاني اللي هو تجيز مليء وكما قلت من أجل إدفاع الجمالية لمدينة أسافي ولتسهيل الخدمات للسكينة أسافي هذه قراءة ثانية القراءة الأولى الرجعة الداخلية بناء على ضريبة على القيمة المضافة تقلصت من عشرة ولات سبعة يعني تقريبا ضايع ثلاثة المليار على مدينة أسافي الإشكال اللي كتعيشوا المدينة هو هاد الاستهداف اللي ما عرفناش موضون خرقت زادها آسفي السنة اللي فارطة كانت سعة المليار اللي أشرت على الداخلية أطاتنا أسبعة ميمكنش اللي ينجي أنا عند المواطنة ونقول لي غنصيب لك شوانط غنصيب لك وغنصيب لك وغنصيب لك وغنفعل وندير بلا فلوس علاش مكينش طرافوا المدينة ما عنداش اللي هي طراف عليها كي ما كنقوله مدينة بلا موالي كل شي لا 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 ضع طريقة طرافوا على الميزانية يكشتوه داب انتم ما كم ران قلتو كل شي زيد على دايلك البرلمانيين ما مناش ناشي طرافوا الحكومة السابقة كان المجلس هو هو عضو في الحكومة يعني الحزب العدل والتنمية يقول كنكي قودة تسعة الماليار ما قدرش يجرها وما انا كنقولها تيفية ديال تسعة الماليار رقم اللي صغير على مدينة اس ارشكتكوة المكناس عندها عشرين ماليار المكناس عندها عشرين ماليار اسفي عندها عندها سبعة شنا هو هذا موضوع سابق لي على اوان دياله انا بقي موظف في اسفي اللي بايدير شي حاجة انا ادارة ديالي غن هنتقبل اي قرار خارج من الادارة ديالي انا موظف كنبقى موظف تحت الدولة انا بالنسبة لي انا اراها داخل المدينة او خارج المدينة انا بقى انترافع لمدينتي انا قاعدك الشي اللي غايكون مثلا غايما تمارسة تاليب زافت الحواج من شغل في اطارة الخدمة ولكن انا غايبقى على المبدئ ديالي ما كيهمناش المناصيب ما كيهمناش الماديات لان اواد شي غاي معمرو الوقت غايزيد 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 كل شخص اجنوداء كل كيما كنقولو بلاكتو على دارو دور ديال المجليس المكتب هو المسؤولة لقارارات كي ياخد المجليس الا ما باش ياخده راو المعني بالامر كنت طبق علي من المدع شري او بطبيعة الحال را الغياب المتكرر كنت ننفده لي ولكن الصالحية القانون المشارع اعطاه للمكتب ما اعطاه لي نحن باختصار شديد اليوم كيبان انه المجليس المكتب المجليس اساسا كيعيش حالة ديال الارتبك ما عارفتو شنو هما الامور الاساسية اللي خصو يعني يشتغل عليها وظهر هادشي بشكل جريم خلال هاد الحالة ديال الارتبك على مستوى الميزانية ديال اسفي كنتمناو انه يصحو ما يمكن يصحوه في القادم من الاياه بسم الله الرحمن الرحيم مكو محمد الكاوي مستشار مجليس اسفي كيف ما كنتشوف اليوم كانت دورة ستنائية لاعادة يعني التوازن ديال الميزانية كيف ما كنتشوفوا انه عودة ترجعت لنا قراءة تانية في الميزانية ديال الجامعة الحمد لله داس الامور يعني عادية جدا يعني تتعدك شي اللي قررت اللجنة ديال المالي يراه خدوه بعيد الاعتبار وفي اخر المطاف اخلينا واحد البوند على اساس ان الرئيس كي عنده الصلاحيات باش يعاودي قاد الامور ديال الميزانية والامور يعني كتبالية عادية جدا وخأنني صراحة يعني عندي واحد كنحسوا بانه بحلا كين واحد الحيف تيجاه مدينة اسافي بكل صراحة احنا بالنسبة لمدينة اسافي كنتشوفوا الاكراهات اللي عندنا ويعني المدينة يعني عاشت واحد ضروف صعيبة مدة سنة طيلة سنوات كثيرة هذه وبالمقارنة مع مجموعة ديال المدون اخرى كنشوفوا انه كين واحد الحيف بالنسبة لمدينة اسافي كين مدون عنده الساكينة ديالها تقريبا تقدر بحل الساكينة ديال اسافي عندها عندها يعني في بنسبة للضاربة عندها عطوها مدخولات كبيرة وبنسبة الاسافي ما كين تشي حاجة اللي كترقى المستوى ديال المدينة حانت كما كتعرفوا يعني المجلس البلادي عنده واحد العجز كبير وحتف الموازنة ديال الميزانية ما يمكنش ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن واللجنة الميزانية والمالية نهار الخميس ما نقشتش الميزانية بكوبرماتي لأنه وافقت على كما أرشدت المرة الأولى في دورة أكتوبر الآن كان واحد نقاش في بعض التعديلات في المداخل وهو هذا النقص ديال لاتيفية بالعكس نحن نعرف بأنه كانت كرهات على الدولة وأنه كانت مسألة ديالكوفيد ومسألة الاقتصاد ولكن المدينة عندها أكراهات وعندها مصاريف اللي هي أجبارية وما غايمكنش لنا نمشيوا بالمدينة في التجار الصحيح على أساس أن هذا النقص اللي غا يكون في الميزانية غادي يعطي الآثار دياله على المصاريف وكان من هاد المنبر كان طلبنا بأنهم يساهموا بكل القوة وبالتدخلات ديال البرلمان ودخلات الرئيس وبالتدخلات ديال الأفعالية ديال المدينة على أساس أنهم يجيبوا هاد هاد العجز اللي غادي يكون في في الميزانية في ديال المداخيل ونتمنى من الله تكون شيء نتيجة إيجابية لذلك المدينة علش حنا كنشوفو حنا بأن المقارنة اللي كنا قدرناها بابين نوابين مكنيسة لأنه اللاتفية كتطالح سب عدد سكون مدينة مكنيسة كتطالح سب عدد سكون مدينة مكنيسة كتطالح سب عدد سكون يعني ما يقرب من عشرين مليار ومدينة أسفي كتطالح سبعة إذن كنا واحد يجحاف حق مدينة أسفي وكنتمنى وهذه المشكلة يتفكها على عقر المدينة باش وصلكم جديدة الأسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي